الخبر اولي عادنا عن قمر مارو قطعها على الانستغرام تقريبا اسبوعين قمر مارو نزلت على سبب الانستغرام شوو تسيطرات وهذه الاستوريات تقول بيها انو حوايب راح اسحب كم يوم على الانستغرام إيمكن اسبوع أو اسبوعين وبعدها رح ترجع عنا بالمفاجآت الخرافية ويصار توقعه ان نور مارة هو اللي جابرها على هذا الشيء بالضافة شوية دلالة تقولون بيها انو حسب قمر مارة هو مفتوح عدى نور مارو الفريق وشوية دلالة تقولوا بها أنه باليستوريات لقد送ها انشاء المجبورة قد أول شيك有沒有 واضح انه مرتبكة والثاني شيء عن الظحكة أنور مارشان موجه باليستوري وضح انه أنور ممل شعرتها وهو فهم هالكلام اللي تقوله باليستوري وفي إضافة باليستوريات اللي بعدها وإن أشخاص لاحظوا أن الأموجيات اللي استخدمتها باليستوري كان الأموجيات مع الآيفون هذه الأموجيات يا حباب他們 هي أموجيات مع هواوي أو السامسونج اللي هو نفس نوع الجهاز اللي استخدم يعني القمر مار بالعادة وجهازها ولكن الامواجيات اللي استخدموها بالستوري شات امواجيات ايفون وهذي وضع انه يمكن نور مار هو الفاتحة الساب عنده هو نزل الاستوريات على كل هذا كان موضوع فالحقيقة ما يقول يا حبايب لازم ندعي القمر مار انه الله يساعدها يا رب في اللبنية ما لها اي احد وبنسبة الوقت نور مار رد على المخطأ اللي نزلته وعالكلام اللي قالته يا رمار فنزل شوية استوريات بالبداية شان لهذه استوريات قاعد يسيبوه بالناس بسبب كشفه حقيقته وبالستوريات الثانية جاقعد يقول بها لهذا الموضوع القديم هو رد عليه وما رح يرد عليه مرة ثانية اي يا جماعة بحثت لكم شويتين على اليوتيوب ولا ايقنتوا ادركت انه في مشكلة بس المشكلة ما هو المشكلة هذيك المشكلة انه نفس المشكلة وانا حكيت لكم بالبس انه هذا اخر رد لي وهذا الصور بده يسدر ما بده عكيفه وهيك عرفتش لون بس القصص اذا تلاحظين انه عم تتكرر وعم تزداد مع انه عم تزداد وتتكرر عشان بس تصير جدل و فلكنتو من الحباب بالكوميتات من توقع الشخص القاعد يقول الحقيقة ومن الشخص القاعد يكذب ولتتوقع ان فعلا القمر مار هي مهددة او لا نقل الحالية اليارمار اللي التقت بي اي مو مار فنزلت شوية استوريات وبهذا الاستوريات واحد من المتابعين يجب سألهم هل انتوا اصدقاء او لا وهو مردوا عليه بهذا المقطع اللي رح اطكم يا شوي قديم واضح ولكن بعد ما طلعت من الفريق شوفوا الاستوريات رلس الوقت يا حباب نزلت شوية استوريات وهذا الاستوريات تعلم خرح انه رح تنزل مقطع كل شناريي اليوم على الساعة بالاربعة وحاططت البرومو ومن هذا المقطع هو عبارة عن بوب جي في ارض الواقع لحطكم البرومو أمي يونك بساة خير يا جماعة نزلت لكم برومو عن الفيديو أنا متحمسة للفيديو صراحة كثيرا مبساطة كثيرا مبساطة للفيديو كثيرا تسليت بالفيديو و كثيرا احبت المونتاج كان رهيب بكرة انا سنزل لكم يا عصا ارواحك كنت جاهزين له الفيديو حماس مليون أنا متحمست له اكثر منك فاكتبوا انا احبوا بالكومنتاج قيمة حمسين لهذا الفيديو و بس والله احبوا بنها وصلت المقطع تماما و اشتركوا بكم اضعوا لايك و اشتركوا بالقناة شاركوا فيه زي مخاطر من تلك القصص و اشتركوا المقاطع السابقة و بس مع السلامة